الجمهور الأردن لو سألتوا شو طموحه بالشكل العام في كرة القدم أكيد حلم عنده أن نوصل لكأس العالم لكن فيه أمور أقل من هيك مش محققينها و مش واصلين إلها قبل كأس العالم يعني إحنا ممكن الجمهور يجيحكي لك أنا بدي أشوف ملاعبنا بأفضل حال يعني ملاعب كبيرة وجديدة ممكن حتى ممكن أن نتخيلها بطلنا نتخيلها لظروف الصعبة فنشوف ملاعبنا أنه ما نسمع سكر الملعب الفلاني للصيانة عدوى فطرية و فيروس في الملعب الفلاني ما بدنا نشوف أخطاء تحكيمية أخطاء تحكيم موجودة في كل العالم لكن أقل ما فيها يكون فيه فار متواجد أنه نشوف منتخبنا الوطني بيقدم كرة قدم جميلة نقتنع بأداءه حتى لو خسر إحنا بنعدي لهم التحية تفكيرنا بأنه نتهى لكأس العالم موجود الآن اتحاد كرة القدم زرح هذا الحلم نحن بنفكر بكأس العالم الآن وعدتونا بدنا نتهى لكأس العالم لكن عرض الواقع حتى الآن ما فيه أي شيء يوحي بأن الأمور قد تسير بالشكل الصحي في الأيام القادمة نتمنى وإحنا داعمين وواقفين بكل تأكيد مع المنتخبات الوطنية كنا منتمنى أن يكون فيه بطولة قوية في الفترة الحالية يعني كبتل لو كان فيه بطولة بشهر 2-3 كلاعب تحتلف خارجيا على أي عرض بتطلقه أو بتفضل البقاء محلي بتظل محلي إذن كنا منتمنى لللاعبين أيضا يكون فيه بطولة بشهر 2-3 بطولة قوية اليوم هاي مسؤولية الاتحاد أن يكون فيه راعي يوجد راعي يوجد فيه جوائز كبيرة حتى الآن ذي يتشارك ويكون فيه منافسة ويكون فيه عضور جماهيري ويكون فيه تنافسية وإنشاهد كرة قدم جميلة أيضا اللاعب الأردني وحسب تصريحات الكابتن عدنان حمد بأنه أهم عنصر لتطوير كرة القدم أن يكون هناك عدد مباريات أكبر لللاعب الأردني نتمنى آخر إن شاء الله لشهر ثمانية أنه ما نرجع نسمع في نفس المشاكل يعني يكون فترة التوقف هاي أقل ما فيها يكون فينا فوادي إيجابية نشوف البار اللي نبعد عن خطاء التحكيم نشوف الملاعب ما نسمع كل أسبوع وثانية فترة صيانة أغلق الملعب في وجه الفريق الفناني أغلق الملعب الفناني بسبب سوء لأرضية الملعب تكون الأمور اللوجستية الأمور الأساسية لكرة القدم مقاومات كرة القدم تكون بفضل حال حتى نشاهد كرة القدم جميلة أما نستنى نوقف نتابع كل دوريات كرة القدم ونرجع ونفس المشاكل ساعتها كان الله في عون جهورنا الأردني نحن نتمنى الحال يكون أفضل لهاللاعبين المبدعين اللي والله كابتن كنا بتحزب بأنه أنه يطلع مننا وعننا كفاءات لكن أنه يكون فيه اهتمام أكبر ويتكون الظروف تساعد أكثر على أنه نوصل لبرة ويكون حالنا أفضل ويكون لنا شأن أكبر ونحن نستحق هذا الشيء إذا بنحكي عن أفراد كفاءات أردنية كلاعبين كمدربين بالشكل لعب والله كلامك كلامك صحيح ومزبوط لا تتعقب كلامك كلاعب ممكن دائما تركيزك دائما بيكون دائما في الملعب أكثر وفنيا أكثر كابتن عدد المباريات كابتن أنا بدي أسألك كلاعب اليوم نستغل وجودكم كلاعبين عدد المباريات إذ كان عدد المباريات أكثر هل يستطيع اللاعب الأردني أن يتأقلم عدد مباريات أكبر آه هي هي نقطة إيجابية كثير والخطوة القادمة أتوقع من خلال الأجندي اللي راح تكون للموسم الجديد أنه زيادة عدد المباريات هاي بتخدم اللاعب الأردني كلاعب أردني وبتخدم المنتخب الوطني أنت لما تطلع على الدوريات المجاورة ما بلعب وأقل إش اللاعب بلعب 35 ل40 مباراة إحنا مرحلة الذهاب والإيابة 22 مع نهاية الدرع يعني يا دوبي وصله 33 مباراة تكبت أنه يكون في نادي معيلي أي نادي أردني صادفت أن يكون في عنده مبارتين خلال أسبوع مثلا وبتعرض للتعثر بحكي لك ضغط المباريات أن العامل البدني ما بيساعدني لعب مباريات أكثر هي هاي جوابها بأنه إحنا كأندي مثلا خنقوله كلاعبين مش مأقلمين على إنه إحنا يكون في عندنا مبارتين في الأسبوع ولكن اللاعب الأردن قادر إنه يلعب مبارتين في الأسبوع بكفاءة عالية نعم على الإمكانيات والتحضيرات الموجودة عند اللاعبين وعند الأنبياء قادرين وبدي بس أحكي لك شغلي واحدة حسنا إحنا شفنا اليوم كل أو بداية اللقاء باركنا للعراق صحيح العراق بشعبها وبإمكانياتها وبتكاتف الشعب مع الملاعب مع الاتحاد قدروا يحقق خكائس الخليج مع منتخبات كبيرة وإلها باع صح أنه في منتخبات ما شركت بالفرق الأولى ولكنهم محطوا بهدف فطلعوا ناجحين تنظيميا وطلعوا بالأخير في البطولة وفرحوا شعبهم وفرحوا جماهيرهم إحنا قادرين ومش إشي مش صعب بدأت تكاتف من الكل للأمانية وكفة كاملة إن شاء الله بنكون إحنا في كأس العالم 2026 بإذن الله متفاعل كابتن كثير جد تهل كأس العالم عندي أمل كبير إنه إحنا للأردن بإذن الله في كأس العالم 2026 البعض يقول حتى نقل وجهات النظر إنه لو مش ارتفع عدد من منتخبات الـ 46 ولو ارتفع الـ 60 و 50 من الصعب أن نتعه لكأس العالم وشو بتكد عليهم في هاي النقطة بدي أوجه لهم رسالة إنه إحنا فعليا الفكرة في الإصرار والإصرار عند اللاعب الأردني موجود وإذا بتطل حتى على اللاعبين اللي بيحترفوا بيقول لك اللاعب الأردني إحنا بنوخذه لرجولته بالملعب لشجاعته لإصراره عنده طموح اللاعب الأردن عنده طموح وإحنا قادرين بإذن الله وعندنا جيل ذهبي وجيل قادر أنه يحقق الحلم اللي إحنا كلياتنا وإحنا أطفال نتمنى أنه يصل وإن شاء الله بقيادة الجهاز الفني ودور اللاعبين ومجهودهم وقيادة سموه الأمير علي في الاتحاد إحنا قادرين أن نوصل ونفرح شعبنا ونفرح كلياتنا بهذا الإنجاز بإذن الله إن شاء الله يا ربي كابتن تفاعلوا بالخير تجدوا بإذن الله ونت متفاعل دائما عندك عزيمة وعندك إصرار ولذلك اليوم أنت مثلت المنتخب الوطني الرياضي وصلت لحلمك حققته وما زالت المهمة ممكن أمامك أصعب مثلت النادي الفيصل كان حلمك أيضا منذ الصغر أيضا أكاديميا وصلته ما شاء الله الآن بتحاضر في طلاب العربي دائما لا مستحيل بهذه العزيمة و بهذه الإصرار إن شاء الله وإن شاء الله العزيمة والإصرار والنفس اللي عندك أن يكون عند كل المعنيين في كرة القدم وأصحاب القرار sì في كرة القدم ولمعنيين في هذا الملف وإن شاء الله إحنا كنا داعمي وكنا يد واحدة لكن نرى إن شاء الله في الأيام القادمة على أرض الواقع لكن من حق المشجع ممكن في بعض الأوقات أن يتشاءم عندما يشاهد كرة القدم الجميلة على المستوى العربي وحتى على المستوى مناشي نروح للمستوى العالمي في فترة توقف هاي الطويلة حتى بطولة تنشطية ما قدرنا ننظم بطولة ودية بطولة ودية ما قدرنا ننظم لأنه الأنديمة معها تعطي اللعبة رواتب ما حاش مصاري تعطي اللاعب لمدة سنة أو أكثر رواتب بقول لك أنا موسم ستة شهر بقدر أمشي اللاعب ستة شهر وبظل كمان اللاعب بده من النادي مصاري لا في رعا ما في دعم مش قادرين نسوق إن شاء الله الحال يكون أفضل ما بدنا نستبق الأحداث إن شاء الله الحال يكون أفضل وبالمناسبة غدا في المجل الرياضي رح يكون أمين عام اتحاد كرة قدم سمر نصار الحديث أكثر وأكثر في هذا الجانب أنا سعيد جدا كابتن بوجودك وكفي نهاية الحلقة حكيت أكثر شوي لكن لا 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 يأتيك العافي بالعكس طلعت لي اللي بالبالك طلعت اللي بالبالي اليوم ممكن فيش رسميات بينه وبين الجمهور الأردني قناة محلية يتبثل المجتمع المحلي فيجب أن يكون الحديث ممكن ببساطة أكثر ومن القلب إلى القلب أتمنى لك التوفيق كابتن مع النادي الفيصل في المهمة الجديدة مع منتخباتنا الوطنية وفي حياتك الأكاديمية أنا سعيد جدا والله بوجودك الله يسعدك والله وأنا أسعد إلى الشرف شرفت بوجودي معك والله أخلي ولكل من يتابع ماذا تقول في كلمة أخيرة في حصد الرياضي نحكي لكم إن شاء الله الإصدار العزيمة بتود إلى كل النجاحات بإذن الله وإحنا قادرين أن نصل لأبعد من هيك بس بدها شوية صبر وخطوة خطوة بإن شاء الله بنصد إلى البدنية كابتن متفاعل بتهول كهس العالم بإذن الله في أبطال آسيا مع النادي الفيصل برضو نفس الإشي العزيمة والإصرار بتوصلك للمستحيل الطموح عالي جدا بإذن الله تجربة حلوة وحلو الواحد يجرب الإشي الجديد والإشي اللي يطمح له يعني هذا طموح وإن شاء الله إحنا قادرين أن نلب الطموح للجماهير ونسعدها كل ياته بإذن الله شكرا كابتن للمشاهدة كل الاحترام شرف فيك